بس هسيبكوا مع تقرير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الإنسان كانت عاملة مؤتمر بعنوان السلام من أجل نهر النيل مهم جداً أو مبادرة نهر النيل من أجل السلام آسف يعني تقرير هتشوفوا ما جرى في هذا المؤتمر والحياة المجتمع المدني عامل جهود كبيرة جداً في مسألة سد النهضة كمان خلونا نشوف هذا التقرير ونطلع فاصل وأنا نلتقي بعد ذلك مع ضفنا العزيز الدكتور سعد الزمط بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تم عمل مؤتمر صحفي لعرض أنشطة مبادرة النيل من أجل السلام بمشاركة ممثلين من دول القارة الإفريقية كممثلين لمؤسسات المجتمع المدني هذه الوثيقة هي بتعبر عن مجموعة من المبادئ المبادئ موجهة مش بس للتلت دول ولكن موجهة لكل الشعوب الأفريقية لأن أثناء الحديث وأثناء النقاش وأثناء الخلاف والاختلاف والتوافق مع مجموعة المنظمات اللي كانت حضرة تم الاتفاق هنا على إن دورنا مش بس إن إحنا نناقش مشكلة سد النهضة أو إن إحنا نضح حلول بديلة أو حلول أو مقترحات تساعد المفاوضين من التلت دول على إنهم يصلوا إلى حل يرتضي به الجميع ولكن قلنا هذه المبادرة هتكون أشمل وأعم ودبقى إفريقية وليست لا علاقة بسد النهضة فقط أؤكد على ارتباط الأزمة الحالية بين منبع ومصب نهر النيل بكافة أهداف التنمية المستدامة وليس فقط الهدف الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بل كل الأهداف المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية دون استثناء دخلنا هذه الوسيقى أو انخرطنا في هذا العمل كمؤسسين ومبادرين رؤيتنا لا تتجسد فقط حول النيل ولكن لكل إفريقية ربما يكون لنا وضع داخل الأجندة الأفريقية ومراقبة إنفاذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدول الأفريقية وهذا منذ سنوات رأينا من خلال هذا العمل المشترك مع المنصة الأفريقية أفريكا بلاتفورم ومقرها كينيا أن ننقى بجانب يخص موضوع سد النهضة وأهمية هذا الموضوع لنا مبادرة بتدعو لدعم الحوار وإيجاد الحلول ومنع أي نزاع أو صراع على أي نهر داخل إفريقيا والحرص على عدم تضرر أي شعب من شعوب القارة أحمد حسن آخر النهار